السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعون بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يروجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيته ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا ما أعطي لما منعت ولا ينفوذ الجد منك الجد اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك ولا توكلنا إلا عليك ولا ثقتنا إلا فيك ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم وبعد السلسلة بتاعتنا هدفها الأساسي إزاي نوصل لربنا سبحانه وتعالى ولازم نعرف كويس جدا أن الطريق اللي احنا بنسلكه حتى نصل إلى الله سبحانه وتعالى بنجد عليه عقبات وبنجد عليه معوقات وبنجد عليه معينات اتكلمنا مع بعض في بداية السلسلة عن أول معين من المعينات اللي تساعدنا على الوصول إلى الله وهي معرفة الله وبعد كده في 8-9 حلقات اتكلمنا عن أعظم عقبة هتقابلنا على الطريق وهي عقبة الشيطان وعرفنا أسلحة الشيطان وساوس الشيطان ومكائد الشيطان وفي كل مرة كنت أقول لكم هنتغلب على العقبة دي بالصورة الفلانية ونبدأ إن شاء الله مرحلة جديدة من المراحل بتاعتنا على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى مع معين جديد من المعينات اللي تساعدنا في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى المعين ده هو ذكر الآخرة وزي ما خدنا في عقبة الشيطان مجموعة حلقات هناخد في ذكر الآخرة برضو مجموعة حلقات مش الهدف من وراها إن إحنا نحكي إيه لا يحصل في الآخرة ولكن الهدف الأساسي من وراها إزاي ذكر الآخرة يساعدني في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى شوفوا عايز من البداية أأكد معكم على حاجة نظرا لأن أكتر حاجة بتساعد الإنسان على تزكية النفس وموصلة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى هي ذكر الآخرة ربنا سبحانه وتعالى جعل أول الآيات اللي تنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي الآيات المتعلقة بالقيامة قالت عائشة رضي الله عنها كان أول ما نزل من القرآن فإذا نقر في النقور أي فإذا نفخ في الصور وفضل الطريق طريق تربية الصحابة إلى آخر آية نزلت من القرآن وآخر آية نزلت من القرآن برضو متعلقة بالذكر الآخرة قال الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وما بين أول آية وآخر آية نجد أن صور كثيرة جدا ربنا سبحانه وتعالى أنزلها في كتابه هي لا تتحدث إلا عن القيامة فقط منها مثلا صورة الزلزلة منها صورة القارعة منها صورة النبأ منها صورة التكوير الانشقاق الانفطار الواقعة الحاقة كل دي صور ربنا سبحانه وتعالى أنزلها علشان يضمنها الذكر الآخرة اللي بيه النفوس تصل إلى الله سبحانه وتعالى وسبحان الله لا يكاد الإنسان يعني يفر ورقة من كتاب الله عز وجل إلا ويلاقي في الورقة دي ذكر عن الآخرة ليه لأن أقوى معين لينا علشان نوصل لربنا سبحانه وتعالى أن الآخرة دايما تكون محفورة في قلبنا وفي وجدنا وفي كايننا أكتر معين لينا علشان نوصل لربنا سبحانه وتعالى بإذن الله سالمين على طاعته متمسكين غير منحرفين ولا ضالين ولا مضلين أن الآخرة تكون دايما قدام عينينا ولو الآخرة دايما قدام عينينا سدقوني في الوقت ده هنمتفع بأشياء كثيرة جدا زي إيه؟ واحد وده أول نفع من المنافع العظيمة جدا اللي هتعود علينا كسائرين إلى الله سبحانه وتعالى التشجيع على الطاعة فأكتر حاجة تساعدك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى إن عينك دايما على الآخرة أكتر حاجة تساعدك إنك تتغلب على بعض المشاق والمتاعب اللي بتكون موجودة في العبادة إنك دايما تكون فاكر للآخرة ربنا سبحانه وتعالى بيقول في صورة الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرة أسيرة دي تقول لنا إن الحالة في الوقت ده كانت حالة حرب وحالة حرب يبقى إذن الطعام فيها أليل إذن الطعام فيها غالي إذن كل إنسان هيكون حريص على الطعام بتاعه ألا يعطيه لأحد لأن المقام محتكد ربنا بيقول لنا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرة إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة وهنا الإنسان يسأل نفسه هو إيه اللي ساعد الإنسان ده إنه يعمل كده الشاب الموظف في مكان معين وهو فعلا الراتب بتاعه يدوبك يدوبك على يوم عشرين تلاتة وعشرين المرتب بيخلص وبدأ يستلف وما فيش في جيبه اللي عشرة جنيه بس إيه اللي يعين الشاب ده إنه لما يشوف فعلا قدامه إنسان محتاج يطلع العشرة جنيه ويدهاله إيه اللي يعينه في حاجة زي كده إيه اللي يعينه على ده ذكره للأخرة وإيه قد إيه إن المبلغ البسيط اللي طلعه ده هيعود عليه بالنفع الأخراوي شوف ربنا بيقول لنا اللي ساعد الناس دي إن هي تطعم الطعام رغم إن هم محبين لهذا الطعام على حبه بسكينة ونتيمة وأسيرة قالوا إنما نطعمكم الوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا أسلحنا قدامنا يوم صعب قدامنا عقبة شديدة اسمها عقبة الأخرة قدامنا يوم ربنا سبحانه وتعالى وصفه بأنه عسير مش يوم سهل ولا يوم بسيط فاللي سهل عليه إنه ينفق النفق دي إنه تذكر هذا اليوم التجار النهاردة وظل الظروف اللي موجودة حاليا التاجر النهاردة عايز يعمل أي حاجة يوفر من خلالها جنيه علشان يكسب أو يوفر فلوس العمال اللي عنده ونحو ذلك لو جيت قلت النهاردة لحد من هؤلاء إحنا عايزين نقفل بقى المحل أو نقفل الشركة علشان ننزل نصلي الظهر أو ننزل نصلي العصر هو مش في دماغه الكلام ده أصلا خالص ليه قفل إيه ده أنا بقولك أنا عايز أوفر أي جنيه تقولي أقفل ونزل أصلي أخسر زبين يعني إمتى يهون عليه إنه يقفل وينزل يصلي إمتى هيعون على الحلاء إنه يقفل المحل بتاعه وينزل يصلي يوم ما تكون الأخرة قدام عني يوم ما تكون الأخرة قدام عني شوف ربنا بيقول إيه بسم الله الرحمن الرحيم وبرضو الآيات دي فيها نفس المعنى إنه أكتر حاجة بتذل لك الطاعة وبتسهل عليك الطاعة إنك فعلا فعلا تبقى الأخرة قدام عنيك قال تعالى في بيوت أذن الله أم ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة ابن مسعود كان بيقول الواحد منه كان يشيل الميزان كده حق السلعة في قلب الكفة وهيشيل بقى القطع الحديد علشان يوزن فيسمع الأذان فيضع الميزان ويوقف التجارة ويوقف بيع السلعة وما يبيعش وما يشتريش يروح يصلي ويرجع وبعد كده يبقى يكمل برحته طب إيه اللي سهل عليه إنه يسيب دنيته ويسيب تجارته ويسيب فلوسه ويسيب بضعته علشان يروح يصلي ربنا قال لنا إن ما عملش ده غير لما استقرت الآخرة في قلبه وكانت الآخرة نصب عينيه قال الله سبحانه وتعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار هم كانوا خايفين من الآخرة وخفهم من الآخرة ساعدهم إنهم يطيعوا ربنا سبحانه وتعالى أنا عارف مثلا إنه ممكن يكون اللي قاعد قدامي الآن كمصور أو في المنتاج أو في الإخراج أو في الإضاءة شغل طول النهار وتعبان جدا ومش قادر فعلا ومش قادر فعلا بعد يوم تعب وإرهاق وإجهاد هو مروح بيته وتعبان جدا وهو في الوقت ده محتاج إنه ينام محتاج إنه يريح لإنه عنده شغل تاني يوم فيعمل إيه يروح يحط دماغه على المخدة ينام لا في واحد منهم يقوم يتوضى ويصليله ركعتين الأول بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ويمسك المصحف يقرأ صفحة من المصحف ويروح ينام طب يا ابني أنت طول النهار تعبان وعندك تاني يوم شغل طول اليوم ريح شوية لا 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 طب إيه اللي يساعدك إنك تغد قرار تقوم تصلي بالليل بين يدي الله سبحانه وتعالى اللي يساعده على ده إنه فاكر الأخرة إنه لما قعد في الأوضة بتاعته أفل النور ونم على السرير افتكر نمته في القبر وإن القبر ده لا ينفعه فيه إلا ركعتين الآن في ظلمة الليل افتكر إن النور لما انطفى تذكر الأخرة وتذكر الموت فقال لا أنا محتاج أنور حياتي الأخروية بالركعتين دول علشان كده ربنا يدينا الملمح ده إنه طول ما الأخرة قدام عنيك طول ما ذكر الموت قدام عنيك طول ما ذكر القيامة قدام عنيك ده يساعدك كتير جدا في طاعة له شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقولك إيه بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما طول الليل بيصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى يقرأ القرآن يذكر الله قلبه منكسر بين يديه سبحانه وتعالى السؤال إيه اللي ساعده على طول القيام رغم إنه هو موظف طول النهار تعبان مع الحر الشديد عايز يروحي لم ساعتين ولسه عن فجر خلاص ما عادش وقت لا لا أنا أصلي الأول بعد كده أنام إيه اللي ساعده على ده اسمع الآية مرة تانية بسم قلبك بقى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة هو خايف من الآخرة خايف من الآخرة جدا وعارف إن الآخرة كعقبة مش هنعديها إلى بعامل صالح فتلاقي صاحبنا ده دايما قدام عينيه العمل الصالح قدام عينيه طاعت ربنا سبحانه وتعالى ليه الأخرة قدام عينيه ودي الثمرة الأولانية من ثمارات إن إحنا دايما نتكلم عن الأخرة كتير الثمرة التانية أكتر حاجة تحول بين الإنسان وبين المعصية ذكر الأخرة علشان كده كم مرة شفنا من الشباب اللي في جنازة واحد صاحبهم تابوا وقررنا هم يبتعدوا عن المعاصي عارفين ليه؟ لأنهما شافوا الأخرة قدام عينيهم كم من مرة شاب في يوم من الأيام عمل حدثة وبالفعل خلاص شاف الموت قدام عينيه وتيقن بالفعل إنه ميت ميت وأول ما ربنا نجاه تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى كم من شاب بخد جرعة مخدرات زيادة وخلاص قلبه تعبان جدا ومش قادر وحاس إنه بيموت وأول ما فاء من القصة دي خد قرار إنه يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ليه؟ لأنه شاف الأخرة قدام عينيه طول ما إحنا كدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وحضراتكم كأباء وأمهات بتوصلوا دايما فكرة الأخرة لأولادكم بتكون النتيجة إن دا بيكون أعظم عصمة لأولادنا من الوقوع في المعصية وفي كتير من الأقوات ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن إن انحراف الناس كان سببه الأساسي هو نسيان الأخرة شوف اسمع مثلا في سورة صاد وربك تبارك وتعالى يقول إن الذين يضلون عن سبيل الله دي ناس ضلت ونس انحرفت إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب لأنهم كانوا نسيين للأخر أصلا كانوا نسيين القيامة كانوا نسيين إنهم هيوقفوا بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى للحساب والناس دي لو تيقنت بالوقوف بين يدي الله عز وجل للحساب وللمسألة لا يمكن أبدا هيعملوا المعاصي دي ولا يمكن أبدا هينحرفوا الانحراف ده علشان كده شفنا كتير من الموسلين ومش نقول أسماء طبعا وأسأل الله سبحانه وتعالى إنه يهديهم وأن يشرح صدورهم صدورهم شفنا كتير جدا منهم لما كان بيبتلى ببلاء ويحس إن الموت قرب منه قوي كان بيتوب ويغض قرار الاعتزال لأنه من جواه مش راضي على اللي بيحصل ده ممثلة كانت مشهورة أسأل الله أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يتغمدها بواسع رحمته جالها نوع من أنواع السرطان أصيبت بورم وكان النوع نادر جدا والأطباء قالوا لها خلاص الموضوع منتهي كانت النتيجة اتحجبت كانت النتيجة اعتزلت كانت النتيجة بقت بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى طيب لما ربنا سبحانه وتعالى شفاها وعفاها وحست إن الموت لسه بعيد إن الآخرة لسه بعيد كانت النتيجة ايه كانت النتيجة قلعت الحجاب وعادت للتمثيل وعادت للي كانت بتعمله قبل كده شفتوا الفارق الكبير ما بين طريقتين التفكير وطريقتين في اتخاذ القرار هي مسألة القرب من الآخرة مغني كبير جدا كان عبدنا في المنصورة المغني ده أصيب بورم تاب واعتزل وقرر إنه يبعد عن الكلام ده تاني الحمد لله ربنا منع عليه بالعملية وشفاه الله وعفاه الله سبحانه وتعالى وكان أول قرار بعد ما استشعر إنه خلاص ما فيش موت وما فيش آخرة نحن نرجع تاني بقى لحياتنا بتاعت زمان الرأسات على المسرح والتعري شرب البيرة شرب الخمور ويلا ربنا سبحانه وتعالى لحكمته ولرحمته جعل الأخرة أقوى معين لينا علشان نواصل الطريق إليه بلا معصية وعلى قدر ما انت بتنسى الأخرة وعلى قدر ما انت بتتشاغل شوية أو بتتناسي شوية سماعاً الأخرة احنا بنبعد الدنيا بتخدنا والدنيا بتخطفنا وأكتر شيء بيخلي الدنيا تخطف الإنسان من على طريق ربنا سبحانه وتعالى أنه يكون ناس الأخرة سماعوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله ناس الآن في النار بتعذب وعذاب أليم وقدام عنهم أهل الجنة بينعموا فبيطلبوا من أهل الجنة إدونا شوية من النعيم اللي عندكم ولكن أهل الجنة بيكلموهم بخطاب بيورلهم إيه السبب الأساسي في الواقع اللي هم عايشين الآن فيقول لهم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وهرتهم الحياة الدنيا هي كانت كل اللي هي يعني حياتها عبارة عن إيه عن النادي طول الليل وطول النهار نايمين لا في صلى ولا طاعة ولا قرب من الله عز وجل حياتها كانت عبارة عن الأزياء والملابس والطعام والشراب والدكور الجديد والثياب الجديدة وبس فين ربنا مش موجود في حياتها ناس كانت عايشة كده اللاعب كورة أهم حاجة التدريبات واللعب والكورة طب فين الصلاة فين حق ربنا عليك فين ورد القرآن فين الأذكار فين العلاقة اللي بيني وبين ربنا ما فيش اتخذوا دينهم لهوا ولعبة الشاب اللي اللي قاعد طول النهار على لعبة من الألعاب ويطلع من بطولة لبطولة ومن جيم لجيم وييجي بعد كده يدوبك قبل صلاة الفجر بعشر دقايق ينام علشان هو ما عادش قادر وطول النهار نايم ويعد الفجر والظهر والعصر ويصحق قرب المغرب ينزل مع صحابه على القهوة شوية أو يروحوا النادي شوية أو يوقفوا على نواصل الشوارع شوية أو يلفوا بالعربيات شوية وبعد كده الوضع ايه الوضع ان ما فيش أصلا علاقة بيني وبين ربنا عز وجل طب الناس دي الانحراف ده كان بسببه ايه شوف الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا سبب ده فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا كانوا نسيين الاخرة كانوا نسيين الاخرة عمر ما واحد فيهم فكر في يوم من الايام هو انا لو مت هموت ازاي ولو دخلت القبر لساني هيتكلم وينطق بكلمة التوحيد ولا لا ولو وقفت من ايدينا ربنا سبحانه وتعالى وسألني عن عمري الاجابة بتاعتي اتدخلني الجنة ولا ادخلني النار ويطرى مع اول قدم لي على الصراط انا رايح فين هقدر اكمل ولا مع اول قدم انا رجلي هتزل في النار عمر مفكر في ده لان التفكير الاخروي مش في اولوياته اصلا فكانت النتيجة اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرطهم الحياة الدنيا بعدوا قوي عن ربنا سبحانه وتعالى علشان كده كان ربنا سبحانه وتعالى اذا اطلع على ذنب من الذنوب اللي كان موجود عند الصحابة كان اول طريق من طرق العلاج انه يخوفهم بالاخرى سيدنا عبدالله ابن عباث مثلا بيقول كان الصحابة في المدينة من اسوأ الناس كيلا بيغشوا في المكييل وبيغشوا في الموازين طب ده مرض وده ذنب وده معصية ازاي نبعدهم عن المعصية دي اسمع لأوائل سورة المطففين هتعرف ان ربنا سبحانه وتعالى كان يعالج النفوس بايه بالحتة بتاعت القيامة قال الله سبحانه ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون بص اللي جاية دي ألا يظن اولئك انهم ابعثون اخرى ليوم عظيم اخرى يوم يقوم الناس لرب العالمين اخرى وبعد كده ربنا يتكلم لاخر الصورة عن مصير الفجار وعن مصير الابرار وانت اختار طريقك تكون تاجر صالح ما بتغشش ولا تكون التاجر للأسف الغشاش قال ابن عباس فلما نزلت هذه الايات وسمعها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من احسن الناس كيلا عرفت ليه انا دايما بقول لكم ان اقوى معين لنا على طريقنا الى الله سبحانه وتعالى ان الاخرى دايما تكون قدام عينينا السبب التالت من الاسباب المهمة اللي بتخلي دايما الاخرى معين لنا على الوصول الى الله سبحانه وتعالى خلونا نتفق ان الوصول الى الله سبحانه وتعالى انما يكون بالقلوب قبل الابدان فمفاوز الدنيا تقطع بالابدان واما المفاوز الى الله عز وجل انما تقطع بالقلوب واكتر حاجة تخلي قلب الانسان في حالة انكسار ورقة وخضوع ذكره الاخرى ذكر الاخرى الفارق بين الانسان اللي مع دخلة رمضان بيبكي وراء الامام في التراويح والتاني اللي واقف كده متكبر الفارق بين الاتنين قلب الفارق بين الاتنين اللي بيشيعوا جنازة واحد صاحبهم واحد في بقه سجارة والتاني عمال يبكي الفارق بين الاتنين قلب الفارق ما بين اتنين في يوم من الايام شافوا حدسة على الطريق فواحد عينه دمعت كده وتأثرت والتاني نزل يسرق من العربية الفارق بين الاثنين قلب وصاحب القلب الرقيق السليم ده هو اكتر حد بيوصل لربنا سبحانه وتعالى بسرعة وربنا قال لنا ان النجاة في الاخرى موقوفة ان انت يكون قلبك من النوع ده القلب الرقيق السليم القريب من ربنا عز وجل قال الله عز وجل وازدفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل اواب صاحب قلب سكويس حفيظ برضو عمل قلبي من خشي الرحمن بالغيب صاحب عمل قلبي وجاء بقلب منيب جاء برضو بعمل قلبي دخلوها بالسلام فاكتر حاجة تؤثر بقى على القلب زي ما هنعرف بقى في الحلقات اللي جاية اكتر حاجة تخلي قلب الانسان قلب رقيق انه يكون دايما متذكر للاخرى عارفيني النبي ليه امرنا وحثنا ان احنا نروح نزور القبور علشان يبقى عندنا القلب ده قال اني نهيتكم عن زيارة القبور يقال فزوروها فانها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر الاخرى عارفين ليه النبي صارسان امرنا ان احنا نعود المريض ونشيع الجنازة علشان لما نعود المريض ونشوفه انه خلاص بينه وبين الاخرى لحظات قلبك يتكسر عارفين ليه نشيع الجنازة ونبقى شايلينها على كتافنا كده ونتسابق ان احنا نبقى شايفينها قدام عينينا كده علشان قلبك يتكسر ما يبقاش فيه الكبر ولا العلو ولا العجب ولا الغطرس ولا الكلام ده كله يبقى قلبك قلب قريب من ربنا سبحانه وتعالى واكتر حاجة تخلي القلب قريب من ربنا سبحانه وتعالى وتساعد القلب انه يقود الجوارح الى الله ان القلب ده يبقى قلب رقيق لين علشان كده النبي امرنا في كتير من اوقات تكون الاخرى قدام عينينا ولزال سلف لما الواحد منهم يجد من قلبه قسوة او يجد من قلبه حدة او شدة كده اول حاجة يعملها يجري على المقابر يفتكر الاخرى عثمان رضي الله عنه كان يذهب الى المقابر اول ما يقف على المقبرة يظل يبكي بكاء شديدا حتى يبتل صدره من كثرة الدمع يقول له يا عثمان يعني انت ايه البكاء الرهيب ده ايه رقة القلب دي يقول اسلامة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان القبر اول منزلة من منازل الاخرى فمن نجى منه فما بعده ايصر محمد بن واسع رحمة الله عليه كان اذا انس من نفسه قسوة حاس كده ان قلبه باقاس شوية لا يتأثر بالقرآن ولا يتأثر من العظة يروح على القبور وينادي على اهلها يا اهل القبور كيف انتم الان يوقف على قبر ويسأل صاحبه كيف انت الان اخبارك ايه جوة دلوقت وجاءه ذات يوم احد طلاب العلم فسأل عن محمد بن واسع فقالوا له انه في المقبرة فراح المقبرة فالآه قعد جنب المقبرة ويبكي مكه شديد فطالب العلم يسأله يا جماعة هو ده ابو مثلا ولا اخو ولا مين صاحب المقبرة ده اللي محمد بن واسع ما اللي يبكي قالوا لا والله بل كل هؤلاء اهله الناس دي كلها اهله ولكنه رجل ولكنه رجل آنس من قلبه قسوة فأتى المقبرة ليعالج قلبه ده واحد حس ان قلبه بقى قاس شوية فجاي رأى قلبه هنا علشان كده كان في بعض الاوقات النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا شيع جنازة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقف عند القبر ويذكر الناس وينصح الناس ويعظ الناس ويلوم خدوا بالكم القبر في حديث البراء ابن عزب بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ايدينا فوجد جماعة من الناس ملتفين فقال على ما اجتمع هؤلاء قالوا يا رسول الله وعلى قبر يحفرون قال فخرج النبي من بين ايدينا مسرعا وذهب هناك قال البراء فاستقبلته انظر ماذا يصنع فاذا بيه قد جاث على ربتيه صلى الله عليه وسلم ونظر الى القبر الذي يحفر فبكى حتى بلى لحيته صدره ثم بكى حتى بلى حجرة ثم بكى حتى بلى الثرى ثم نظر الينا وقال اي اخوان لمثل هذا فاعدوا الموقف ده بيرأى القلب قوي علشان كده بقول لكم دايما احنا محتاجين دايما ان الاخر تكون قدام عينينا لان ده اقوى شيء ساعدنا على الوصول الى الله سبحانه وتعالى خدنا النهاردة ثلاث فوائد مهمة لذكر الاخرى معين على الطاعة مانع من المعصية سبب لرقة القلب الموصل الى الله سبحانه وتعالى لكمل بإذن الله تبارك وتعالى الدرس الجاي هذا وصلى الله على ربينا محمد وعلى آله وصحبه وصلى الله اشتركوا في القناة